تواصل فرق البحث الاندونيسي انتشال حطام الطائرة التابعة لشركة الطيران لايون اير التي تحطمت في البحر خلال رحلة داخلية وعلى متنها 189 شخصا ويبحث الغطسون في منطقة تقع على عمق بين 23 مترا و 35 وقد عثروا على جزء من احد محركات الطائرة وتقوم فرق البحث منذ الاثنين بسبر اعماق بحر جاوة حيث سقطت الطائرة التابعة للشركة التي تنظم رحلات منخفضة التكلفة وكانت الطائرة وضعت في الخدمة قبل اشهر وكبيل الحادث طلب طاقم الطائرة من برج المراقبة السمح لها بالعودة الى جاكرتا بعد نحو عشر دقائق من اقلاعها من مطار العاصمة الاندونيسية وكانت السلطات الاندونيسية اعلنت الخميس انها عثرت على احد الصندوقين الاسودين وعلى جزء من علبة عجلات الطائرة وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها الى مدينة بنغال بنانغ وهي منطقة عبور للسياح الراغبين في ارتياد شواطئ جزيرة بلينتونغ المجاورة هذا هو ويرا